قصة الأهلي والقطن الكاميروني اللي يمكن فقد كل حظوظه في التأهل أمله الوحيد أنه يرجع ينافس هو أنه يحقق مكسب قدام النادي الأهلي وده في حد ذاته واحدة من الدوافع اللي دايماً لازم تعمل لها مليون حساب يعني القطن الكاميروني مش جاي القاهرة هنا أو يعني مش جاي يواجه الأهلي هنا وهو رفع الرايا البيضة بالعكس مازال عنده بصيص من الأمل يتحق بشرط فوزه على الأهلي في مباراة السابت اللي جاي وده يمكن يخليك شوية تبقى عامل حساب المبارادي وخصوصاً بعد عروض الأهلي الأخير فيه تراجع كبير فيه المستوى فيه حالة ممكن نقول عدم انسجام فيه غيابات قد تكون مؤسرة ولو إن المفترض ده ما كانش يحصل على الفريق السندي وخصوصاً إنه قدرت الأهلي تعقدت مع خلينا نقول ست لعبين لأنه فيه مصطفى ميسي طبعاً رحل على سبيل إعارة لكن عندك بقى قندوسي عندك مروان عطية عندك خلد عبد الفتاح عندك كريستو عندك برونو سافيو اللي أغلبهم الحقيقة باستثناء يمكن مروانو وقندوسي بقوا علامة استفهم خلد طبعاً مصاب ولو إنه حتى في الفترات اللي ظهر فيها كان الحقيقة مقدم مردود أكتر من رائع لكن تكلم على سكواد فايز باتنين أفريقيا وفايز باتنين بروزيت كاس العالم سكواد مش قليل يعني سكواد على أعلى مستوى وبالتالي فكرة إنه وإحنا لسه ما بدأناش المشوار وإحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا هادي لما خلصناش نص مطشط الدول وما بدأناش أو ملعبناش غير مطشن بس في دول المجموعات لسه عندنا مشوار طويل عندنا أربع مطشط في دول المجموعات وبإذن الله بإذن الله بعد ما نتأهل عندنا الأدوار الإقصائية وصولاً لمفترض يعني إنه هدفنا منص التتويج وبالتالي المشوار لسه بدري قوي عليها عشان نتكلم على إجهاد أو تراجع في المستوى نتمنى نتمنى إن شاء الله أنا هتكلم النهاردة عن الأهلي والقطن والسيناريو الأمثل للمواجهة حاول أقرب لك شوية فرقة القطن الكاميروني ما هيش فرقة مخيفة على فكر أرقامها وتحليل أداءها ما هيش بالفريق اللي يعني تخاف من مواجهته لكن في النهاية كل مطشط يعني النهاردة منتكلم على 90 دقيقة قدام الداخلية ما فيش حد كان يتوقع عن مباراة الخروج بالسيناريو ده لكن في جميع الأحوال إن شاء الله بإذن الله قادرين ونكون موفقين يوم السبت يكون يومنا إن شاء الله بإذن الله في مواجهة القطن الكاميروني هنروح معكم دلاتي الفكر التحليل أداء الدور اللي بقى مهم جدا داخل أي فريق في العالم كله الحقيقة كنا نتكلم عن داك ونتكلم عن منتخبات وهنا فكر التحليل الأداء ما بيتش بس مرتبطة كمان بتحليل أداء فرقيتك القياسات المرتبطة بمستويات وأداء وقدرات لعبتك لكن كمان مرتبطة بإراءتك للخصم نفسه وبقى فيه النهاردة ناس متخصصين في دراسة وتحليل أداء المنافسين ترجمة نانسي قنقر